أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية توقع اتفاقا بموجبه تتقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة اتفاق المعارضة وقع عليه أكثر من عشرة أحزاب ووصفت هذه الأحزاب لاتفاق بالخطوة المهمة وأكدنا فتح المشاري أمام أحزاب شديدة للانضمام للحلف الانتخابي قرار المعارضة جاء بعد طلب الرئيس محمد العبد العزيز وقف جميع المبادرات المطالبة بتعديل الدستور وهي دعوات كان آخرها مطالبة نواب الأغلبية الحاكمة في فتح ماموريات الرئيس للترشح في الانتخابات المقبلة ندعوكم جميعا لمواصلة التعبئة ويبقى اجتماعنا هذا مستمرا حتى تتحقق يرادة الشعب الموريتاني بترشيح خيارنا السيد محمد العبد العزيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة اتفاق المعارضة الموريتانية على مرشح موحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة يجعل التنافس قويا في هذه الانتخابات بسبب تراجع عدد المترشحين واحتدام التنافس بين مرشح المعارضة ومرشح الأغلبية الحاكمة الذي ينتظر أن تعجن عن هويته خلال الأيام المقبلة الشارع الموريتاني بدأ يتساءل عن مرشح الأغلبية الحاكمة بعد قرار العبد العزيز القاضي باحترام الدستور وعدم ترشح المامورية ثالثة وهي تساؤلات ستشبع عنها الأيام القليلة المقبلة أشيخان والسيدي مديان تيفي ملوك شعطة